صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أياتها الرائعات معكم أميمة على قناة فصفة ناسمال للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي من الوصفات الرائعة جدا والفعالة لإزالة التجاعيد سواء تعلق الأمر بتجاعيد الجبهة والعين وكذلك تجاعيد الفم وترهلات الجفون الوصفة مكونة من ثلاث مكونات فقط طبيعية 100% لتخلص تماما من مشكل التجاعيد المبكرة وكذلك شد البشرة وتبييدها بامتياز كمكون أول عزيزتي ستحتاجين إلى بياض بيضة واحدة فقط فبياض البيض يعمل على شد البشرة وكذلك يزيل البقع الدكنة والتصبغات إذا كنت تعانينا من مشكل أثار حبوب الوجه أو حب الشباب فيمكنك استخدام الوصفة لأن بياض البيض رائع جدا ومفيد لإزالة هذا المشكل بامتياز أما المكون الثاني للتخلص تماما من التجاعيد وحماية بشرة الوجه من التجاعيد وشدها بامتياز ستحتاجنا إلى جل الألوفيرا أو الصبار جل الألوفيرا أو الصبار يعد من بين المكونات السحرية للتخلص تماما من مشكل التجاعيد وكذلك الجذور الحرة التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعيد جل الألوفيرا أو الصبار مفيد جدا للترطيب والتنعيم لبشرة الوجه بامتياز إذا كنت تعانينا من مشكل جفاف البشرة أو لديك بشرة جافة فجل الألوفيرا يمكنك تطبيقه بشكل يومي على بشرة الوجه فهو سيخلصك تماما من هذا المشكل ستحتاجنا كمقدار من جل الألوفيرا أو الصبار في هذه الوصفة للتخلص تماما من ترهولات الجفون وكذلك التجاعيد إلى ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا أو الصبار أما المكون الأخير فهو عبارة عن زيت وهو زيت الغريسيري زيت الغريسيري مفيد جدا ورائع جدا جدا لتوحيد لون بشرة الوجه وكذلك للتخلص تماما من البقع الدكنة والتصبغة إذا كنت تعانينا من مشكل جفاف البشرة وعدم رطوبتها ونعومتها فزيت الغريسيري خصيصا لعلاج هذا المشكل فهو رائع جدا للترطيب والتنعيم فزيت الغريسيري سيعطيك بياض ناصع من أول استخدام ولهذا فهو رائع جدا في هذه الوصفة لإعطاء نظارة وصفة ونقاء للبشرة وأيضا للترطيب والتنعيم ستحتاجنا عزيزتي كمقدار من زيت الغريسيري في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الغريسيري بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناس ما فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة تأخذين بياض البيض وتقومين بخلطه مع جل الألوفيرا أو سبه وزيت الغريسيري بعد الحصول على وصفة متجانسة وبعد ذلك تقومين بتطبيقها على بشرة الواجه بالكامل وتتركينها إلى أن تجف تماما وستأخذ منك كوقت من 15 إلى 20 دقيقة لكي تجف تماما بعد ذلك تقومين بإزالتها باستخدام حركات دائرية وذلك لكي تتخلص تماما من مشكل الخلايا الميتة أو التالفة لكي تعطي هذه الوصفة من أول استخدام بياض ونعومة ورطوبة لبشرة الوجه يمكنك استخدام أيضا هذه الوصفة للتخلص من تجاعيد الرقبة وكذلك اليدين بامتياز تكررين الوصفة مرتين في الأسبوع فهي رائعة وكل ما عليك هو المدومة في استخدامها بشكل منتظم إلى أن تحصل على النتائج المرجوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله صلوا على رسول الله السلام عليكم أياتها الرائعات معكم أميمة على قناة وصفة ناسمان للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم عزيزتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي من الوصفات الرائعة جدا والفعالة لإزالة التجاعيد سوى تعلق الأمر بتجاعيد الجبهة والعين وكذلك تجاعيد الفم وترهلات الجفون الوصفة مكونة من ثلاث مكونات فقط طبيعية 100% لتخلص تماما من مشكل التجاعيد المبكرة وكذلك شد البشرة وتبييدها بامتياز كمكون أول عزيزتي ستحتاجين إلى بياض بيضة واحدة فقط فبياض البيض يعمل على شد البشرة وكذلك يزيل البقع الدكنة والتصبغات إذا كنت تعانينا من مشكل أثار حبوب الوجه أو حب الشباب فيمكنك استخدام الوصفة لأن بياض البيض رائع جدا ومفيد لإزالة هذا المشكل بامتياز أما المكون الثاني للتخلص تماما من التجاعيد وحماية بشرة الوجه من التجاعيد وشدها بامتياز ستحتاجنا إلى جل الألوفيرا أو الصبا جل الألوفيرا أو الصبار يعد من بين المكونات السحرية للتخلص تماما من مشكل التجاعيد وكذلك الجذور الحرة التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية في ظهور التجاعيد جل الألوفيرا أو الصبار مفيد جدا لترطيب والتنعيم لبشرة الوجه بامتياز إذا كنت تعانينا من مشكل جفاف عن بشرة أو لديك بشرة جافة فجل الألوفيرا يمكنك تطبيقه بشكل يومي على بشرة الوجه فهو سيخلصك تماما من هذا المشكل ستحتاجنا كمقدار من جل الألوفيرا أو الصبار في هذه الوصفة للتخلص تماما من ترهولات الجفون وكذلك التجاعيد إلى ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا أو الصبار أما المكون الأخير فهو عبارة عن زيت وهو زيت الغريسيري زيت الغريسيري مفيد جدا ورائع جدا جدا لتوحيد لون بشرة الوجه وكذلك للتخلص تماما من البقعة الداكنة والتصبغة إذا كنت تعانينا من مشكل جفاف البشرة وعدم رطوبتها ونعومتها فزيت الغريسيري خصيصا لعلاج هذا المشكل فهو رائع جدا للترطيب والتنعيم فزيت الغريسيري سيعطيك بياض ناصع من أول استخدام ولهذا فهو رائع جدا في هذه الوصفة لإعطاء نظارة وصفة ونقاء للبشرة وأيضا للترطيب والتنعيم ستحتاجنا عزيزتي كمقدار من زيت الغريسيري في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الغريسيري بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا اسمان فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وفسيطة تأخذين بياض البيض وتقومين بخلطه مع جل الألوفيرا أو السبه وزيت الغريسيري بعد الحصول على وصفة متجانسة بعد ذلك تقومين بتطبيقها على بشرة الواجه بالكامل وتتركينها إلى أن تجف تماما وستأخذ منك كوقت من 15 إلى 20 دقيقة لكي تجف تماما بعد ذلك تقومين بإزالتها باستخدام حركات دائرية وذلك لكي تتخلص تماما من مشكل الخلايا الميتة أو التالفة لكي تعطي هذه الوصفة من أول استخدام بياض ونعومة ورطوبة لبشرة الوجه يمكنك استخدام أيضا هذه الوصفة للتخلص من تجاعد الرقبة وكذلك اليدين بامتياز تكررين الوصفة مرتين في الأسبوع فهي رائعة وكل ما عليك هو المدومة في استخدامها بشكل منتظم إلى أن تحصل على النتائج المرجوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله